اشتركوا في القناة نتحدث عن خطبة النبي صلى الله عليه وآله في شهر رمضان وقلنا أن هذه الخطبة أعدت لنا برنامجا عباديا محكما وعلى كل مؤمن أن يتأمل في كل عبارة من عبائر هذه الخطبة المباركة في هذه الحلقة أيها الأحبة نتحدث عن مفصل من مفصل هذه الخطبة حيث قال رسول الله صلى الله عليه وآله متحدثا عن شهر رمضان قال وارفعوا أيديكم بالدعاء في أوقات صلاتكم فإنها أفضل الساعات فإنها أفضل ساعات ينظر الله عز وجل فيها لعباده بالرحمة يجيبهم إذا ناجوه ويلبيهم إذا نادوه ويستجيب لهم إذا سألوه نعم أيها الأحبة الدعاء في شهر رمضان أمرا مهما من أهم العبادات في شهر رمضان في نهار الصوم وفي ليالي شهر رمضان هو الدعاء والدعاء بالأساس هو أفضل عبادة نعم من العبد إلى ربه بل أن العبودية تتجلى بتمامها عندما يقف العبد بين يدي الله داعيا يدعو من الله وهذا أيها الأحبة يظهر العبودية كيف ما معنى يظهر العبودية؟ الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى والتذلل والتصاغر وتعظيم الله سبحانه وتعالى كل ذلك في الدعاء الإنسان يدعو الله سبحانه وتعالى أن يظهر الحاجة ويظهر الاستكانة ويظهر العبودية أي أنك أيها العبد تظهر احتياجك إلى الله سبحانه وتعالى وخصوصا في أوقات أحب الله جل وعلا أن يدعى فيها ألا وهي أوقات شهر رمضان ونحن قرأنا عليكم أن النبي صلى الله عليه وآله قال وساعاته أفضل الساعات أيامه أفضل الأيام ليالي أفضل الليالي فهو سيد الشهور ساعاته أفضل الساعات مظنة لإستجابة الدعاء بل يقينا كما ورد عن الصادق الأمين حينما قال إذا سألوه ويستجيب لهم إذا دعوه هذا في كلام النبي صلى الله عليه وآله وعينه في القرآن الكريم الله جل وعلا يقول ادعوني أستجب لكم هذا في كل الأيام فما بالك في أيام يحب الله جل وعلا أن يدعى فيها في أيام شهر رمضان أيام الطاعة أنت في مظيف الله أنت من أهل كرامة الله أنت الآن كريم على الله سبحانه وتعالى أكرمك أكرم الأكرمين أكرمنا جميعا أن جعل لنا شهرا كاملا ولنا أن ندعوه في أي ساعة من الساعات وهذا أيها الأحبة الدعاء كما ورد في الحديث أنه سلاح الأنبياء تجد أن الأنبياء إذا مروا بملمة وبمهمة نعم هرعوا إلى الله سبحانه وتعالى وتقربوا إليه ودعوه ولا يرد الدعاء وهذا أيضا مشارة من النبي صلى الله عليه وآله إخبار لنا ينبهنا أيها المؤمنون يا أمة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وآله تعالى ودعوا الله الكثير مننا اليوم يشكو منا يشكو من قلة الرزق ومنا من يشكو من مرض ومن ألم ومن مشكلة ومن ظنك العيش ومن عدم وجود الذرية وغير ذلك وأنت الآن لماذا أنت وكأنك تمر في أيام عادية ما بالك هذا الهدوء لماذا أيها الحبيب لماذا هذا السكون لماذا لا تقف في أوقات الصلاة بين يدي الله متضرعا وأنت خاشع وتدعو الله سبحانه وتعالى لجميع المؤمنين وألفت أنظاركم أيها الأحبة أن من الموارد التي هي فيها استجابة الدعاء أولا الصلاة على محمد وآل محمد صلى الله عليه وآله أنك تقدم قبل الدعاء وبعد الدعاء أن تصلي على محمد وآل محمد وهذا يرغبه الله سبحانه وتعالى هو يحبه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صلي على محمد وآل محمد وكذلك أن تدعو لغيرك قبل دعائك لنفسك كن كريما كما أكرمك الله سبحانه وتعالى نعم قبل أن تدعو هكذا ورد في مناجات الإمام الحج عجل الله تعالى فرجح الشريف أنك تدعو إله بحق من دعاك وبحق من ناجاك في البر والبحر صلي على محمد وآل محمد وتفضل على أفقراء المؤمنين والمؤمنات بالغنى والثروة وعلى مرضى المؤمنين والمؤمنات بالشفاء والصحة وعلى أحياء المؤمنين والمؤمنات باللطف والكرامة وعلى أموات المؤمنين والمؤمنات بالمغفرة والرحمة وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات بالرد إلى أوطانهم سالمين غانمين نسأل الله لي ولكم التوفيق للدعاء وأن يستجيب لنا ولكم أن يكشف غمنا وهمنا وأن يشافي جميع مرضى المؤمنين وأن يحفظ لنا علماءنا الأعلام وأن يوفقنا للسير على نهج رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته الطيبين الطاهرين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين